رغم مضي أربع سنوات على المعارك العسكرية للتحرر من قبضة داعش ما زالت المدينة تعاني من تلك الإعمار وبطء صرف التعويضات للمتضررين بسبب الروتين وبيروقراطية بعض الدوائر واستشراء الفساد في السابع والعشرين من شهر تموز الجاري بدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة إلى مدينة الموصل وفي أولى جولاته الميدانية بعدد من المناطق ولقائه مع الأهل اطلع على حجم الدمار وتلك الإعمار وتعهد بدفع الملفات العالقة كثيرة هي الملفات العالقة وتحريكها أولوية قصوى للنهوض بواقع المحافظة وإن أهم الملفات التي تشغل بال المصليين في الفترة الراهنة هي ملف التعويضات فمن دونها لن يتمكن المهجرون والنازحون والأهل من إعادة إعمار بيوتهم والعودة إلى مناطقهم ولسيما الموصل القديمة والتي ما زالت ترزح تحت الأنقاض والركام والمخلفات الحربية مسألة إعادة إعمار البنى التحتية على غرار طرقات والجسور والمنشآت الصحية والتربوية والدوائر الحكومية واستحداث أخرى جديدة هي الأخرى من المسائل التي تؤرق الأهالي الذين تعطلت مصالحهم وبات حصولهم على خدمات يمر بعدة مراحل ويثقل جيوبهم ويستنزف طاقاتهم ووقتهم إعادة تفعيل خط النقل السككي وإعمار المطار يمثل نقطة انطلاق لحل عدد من المشاكل فخط النقل السككي سيساهم في تسهيل تنقل المواطنين بين نينوى ومختلف المحافظات والمطار سيساهم في ربط ثاني أكبر محافظات البلاد بدول الجوار والعالم علاوة على أنه سيوفر عددا من مواطن الشغل لأبناء المدينة إعادة إحياء القطاع السياحي ودفع ملف الاستثمار وتوفير ظروف ملائمة لاستقطاب رؤوس الأموال لا يقل أهمية عن سابقاته من المطالبات التي طالما نادى بها الأهالي فنينوى بحاجة إلى توفر الإرادة السياسية لإطلاق حملة إعمار شاملة تخدم الصالح العام وزيارة رئيس مجلس النواب إلى المدينة وأعلانه عن جملة من المشاريع إذا تحققت ونفذت على أرض الواقع قد تكون بداية لنهاية الكابوس الذي عان منه الأهالي طيلة أربع سنوات اشتركوا في القناة